خارج البلدة يبدو التوتر سيد الموقف حواجز ثابتة ومتنقلة للجيش اللبناني تفتيش دقيق بهويات الداخلين والخارجين من عرسال أما في الداخل فهدوء وإنحذر وللوصول إلى دار البلدية كان يستحسن سلوك طريق جانبية بمرافقة أحد أهل البلدة نظرا لوجود توتر عبر عنه بعضهم تجاه المؤسسات الأعلامية التي تنقل أحيانا صورة مختلفة عن الواقع حتى اللي متأكدوا أنه ما عليه شيء على الحاجز ما عم يفعل يروح على الحاجز بناء نهائيا لنحده نفسه يروح على شغله نهائيا ضايع كلها مطوعة من الجيش طيب ليش طيب فيه ناس مثلا عشرين مية ميت مطلوب طيب العالم البيئية شو زنبها يعني مثلا فيه محمد عز الدين فيه ميت محمد عز الدين محمد عز الدين التاني ما بيورح على شغله والتالت وروابية دار البلدية التي كثرت الروايات حولها تستقبل اليوم الوفودة والأعلاميين وما يتذكره رئيس البلدية علي الحجيري عن ذلك اليوم والذي رواه للأم تي في أنه كان يساعد في نقل الجرح العسكريين إلى سيارة الأسعاف من دار البلدية بمشاركة المختار الذي كان يقف على باب السيارة لتأمين انطلاقها بأمان غلط بعدها نحن والخيات الجايش وزير الداخلية وهنا متفهمين الواضح وبيعرفوا كل شي حصل ونحن ما بدنا نحمل لا حولنا ولا هن نحملهم كمان يا خي ولا بدنا أهل عرسل يفوتوا مع الجايش ولا بدنا يا خي حدا يعني يصطاد بالمئة العكرة مطلباتنا يا خي نحن حكينا من الأول أنه يا خي يصير لجنة تحقيق ويطلعوا من بداية الحديث وان قتل خلد حمايد لا وان صارت الاشكال مع الدورية اللي هي موجودة اشتعتب بتسلم المطلوبين مثلا يا خي مطلوبين هلأ الدولة هي بتقرر ساعتها بس تصير تحقيق هلأت هلأت بيحاكي فيه بعدين نتمنى على قيادة الجيش بكل محبة إعادة النظر في صاحب قرار فرقة الموت الذي نشرته في عدة مناطق لبنانية بكل محبة زيارات التضامن والتعزية لا تتوقف وفد الجماعة الإسلامية حضر ليعبر عن وقوفه إلى جانب الأهالي بعد جولة قام بها على رئيس الحكومة وقائد الجيش الذي حصل في عرساله عملية أمنية إذا أردت أن أقول أن لا أقول فاشلة هي غير ناجحة وهناك متسببين بذلك فعلى الجيش اللبناني وعلى مؤسسات القضاء في لبنان أن يبحثوا منهم وراء هذه العملية وفي الختام أكدت مصادر أمنية للأم تيفي أن عددا من التوقفات لامس العشرة تم يوم السبت حتى ساعات بعض الظهر كيف ستنتهي تدعيات هذه الحادثة التي وقعت في عرسال هل تنتهي بتسليم المطلوبين إلى العدالة وإنهاء الملف أم تنتهي بحل سياسي بتيحكى عنه في بعض الكواليس نظرا لما رافق هذه الحادثة من أسئلة لا تزال حتى هذه الساعة مبهمة من بلدة عرسال برنا نعم شديد أم تيفي ترجمة نانسي قنقر